السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم الحقيقة بش نرجو على قمة الفرنكفونية في جزيرة جربا خطاب مهم لرئيس الجمهورية أنشطة مختلفة متعدة بارشة 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 حاجت خاصة بش نستسأل شنو الفيدة لتونس من هالقمة شنو بش ترجع لنا بالفيدة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وإلى غير ذلك رئيس الجمهورية كان عنده كلمة مهمة للغاية تم توقع اتفاقيته بارشة حاجت مش نحاول نخصلكم ونعطيكم شنو اللي صار ولا شنو أهم الحاجات اللي صارت في هالقمة هذية بينصير الكلمة الافتتاحية لرئيس الجمهورية هو لكلهم مستضيفهم لكلهم ضيوفه ناس اللي جات الوفود الرؤسات زعامي الكل وأمام هالزعامي العالم لكل رئيس الجمهورية كان عنده خطاب في الكلمة الافتتاحية لأشغال القمة الفرنكفونية في دورتها إثمونتاش في جزيرة جربا قال بأنه اختيار جربا كما كان لانعقاد القمة ما هوش اعتباتي تم اختيار جربا كما كان لانعقاد القمة ومش في تونس العاصمة كما كان مقرر قبل على خاطر جربا معروفة في تونس ومعروفة خارج تونس جزيرة الأحلام على خطرها جميلة منفتحة على العالم بأسره تعرفوا الرسائل متع التسامح والتسامح الأدين والعيش المشترك يعني من جربا شعارات مرفوعة منذ السابق يقول بأنه الاختيار ما كانش اعتباتي لأنه هذا المجال والما كان بشي حقق أحلامنا المشتركة يقول أنه انعقاد القمة اليوم جاي نتيجة عمل وإرادة متواصلة لتنظيمها في أفضل الظروف شكر بينسير المنظمة الدولية للفرنكفونية على مجهودتها لانعقاد القمة هذي في أحسن الظروف وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه جميع الأطراف اليوم ويعية بالتغيرات في العالم الكل يقول الألفية الثالثة بدأت سنة 2022 مش سنة 2000 حسب تعبيره ويقول بأنه مجهودات تونس كبيرة 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 وتونس عملت مجهودات كبيرة باش تذلل الصعوبة والعراقيل وباش تعملها القمة هذي في هذا الوقت وتفي بالتزاماتها وعادتها في احترام تعاهدات وهذه صورة يسر به على تونس وعلى العلاقات مع الدول الفرانكفونية القمة هذي يسر مهمة لأنه أكثر من 33 رئيس دولة مشارك فيها ورئيس حكومة 80 وفد ممثل لدول ومنظمات دولية وإقليمية رئيس الجمهورية كنا أشرف على موكب استقبال القادة والزعماء المشاركين في القمة هذية وبتابعة الحال شفنا برشا كلمات سواء لرئيس القمة تونس سواء للضيوف زادة كيف كيف نقشوا كيف باش يتم تعزيز نقل التكنولوجيا بناء القدرات في المجالات هذية التنمية التعايش التضامن في الفضاء الفرانكفوني وبتابعة الحال غدوة باش يكون فما منتدى اقتصادي باش يشاركوا فيه تقريبا 600 رجل أعمال وباش تتواصل المنتدى هذية حتى النهار الاثنين باش يناقشوا فرص الأعمال والتعاون في الفضاء الفرانكفوني وهذا يمكن خليني قلكم الاقتصادي اليوم حتى أكثر من السياسي والكل 600 رجل أعمال ان شاء الله تونس تنجح فيهم باش يتحقق مكاسب حقيقية واستثمارات ورجل أعمال يجيوا يستثمروني في تونس على هيموش القمة زادة كيف كيف وزير الاقتصاد والتخطيط ساميري سعيد وقع اليوم في معناه على هيموش القمة مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 200 مليون أورو 200 مليون أورو باش يخصص لدعم الميزانية متاع تونس في إطار الموسين ده لتفعيل برامج الإصلاحات وهوني فرنسا اللي يتقود معناه الفرنكفونية لازم تتحمل مسؤوليتها في مساعدة تونس وباش تكون حاضرة وتعفض لأنه فما سواء من اللغة الفرنسية قلك اللغة الإنجليزية والتي سبقة تاو والتي هي اللغة الأولى في العالم والتي هي في الاستثمارات وفي النجاحات وفي الدنيا كل هاللغة الإنجليزية الفرنسية فقدت القيمة بتاحها يقال بأنه وصلت في ترتيب اللغات الرقم 17 حسب المحل الأسيسي اللي في جينيف رياضة السيدابي فاليوم فرنسا باش تكون هي موجودة في العالم وتفرض وجودها لازم هي زيدة كيف كيف تتحمل مسؤوليتها في إنها تكون حاضرة في إنها تمول في إنها تستثمر في إنها تخلق يعني فرص استثمار وطبعا تكون حاضرة بثقلها معناها على مستوى العلاقات التونسية التونسية الفرنسية بين سير فما اليوم هي مش توقيع القيمة هذي أكدوا على المتينة بتعلى العلاقات هذي ومزيد الترسيخ امتحة كيف كيف زد نحكي أيضا معناها صارت اليوم لقاءات أخرى رئيس الجمهورية كان هو كما قلت لكم الاستقبل الوفود لشركة في القمة هذية أبرزهم رئيس فرانسا إمانويل ماكرون زيدة رئيس الوزراء البلجيكي كان من أول الوفدين الأمينة العامة لمنظم الدول الفرنكفونية زيدة كانت جنبا إلى جنب مع رئيس الجمهورية قيسة سعيد في استقبل الضيوف كما زيدة قيسة سعيد استقبل رئيس الاتحاد الأفريقي والوفود الأخرى اللي جيت لتونس قلت لكم برشة وفود عشرات الوفود تسعين وفد واحد وثلاثين من رؤساء الدول والحكومات من بينهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو كما زيدة نلقى الأنظار لكل تتجه اليوم إلى جربة وأهمية انعقادها المؤتمر هذية في ظروف دولية يصفوها يعني اللي يصرحوا اللي يحكيوا في هالقمة هذية أنه معقدة جدا جدا الكورونا زدت عليهم الحرب الروسية الأوكرانية والمتغيرات الدولية اللي سايرة تخلي من هالقمة يسر مهمة لأنها تجمع كثير من زعماء العالم ودول العالم واللي بشي حاول ويلقى وحلول للمشاكل اللي سايرة في العالم بشي حاولوا أنهم يعانوا دول العالم الثالث الدول الأفريقية هذية الكل يعني يخلي أهمية لهذه القمة تونس من بين الدول المؤسسة للمنظمة في عام 1970 إلى جنب سنغال نيجيريا كمبوديا وتشارك دول غير منظوية في الفرنكفونية زدها كيف كيف في أشغال القمة هذه على غرار مصر مولدافيا الإمارات سربيا ومن المتوقع زد يتم إعادة انتخاب الأمن العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية الرواندية على رأس المنظمة لأربع سنوات جديدة وهي المرشحة الوحيدة بما أنها لهذا المنصب هذه معلومات تم القمة الفضاء الفضاء الفرنكفوني يشمل 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية يتوقع أنه يضعف العدد من تحهم بنهاية عام 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الأفريقية والأمين العامة في تصريح لفرنس بريس قالت وأكدت بأن المنظمة أكثر أهمية من أي وقت مضى هذا ردا على تصاعد الانتقادية التي توجهت لها ومن بينها ما كتب في مقال حول أن الفرنكفونية لا ترى لا تسمع على النطاق الدولي قيس سعيد زيدا كان اليوم عنده لقاء مهم مع رئيس المجلس الأوروبي تبحث وعلاقات التعاون والشراكة وأحنا اليوم لازم الرئيس يسعى لخلق الثروة وخلق استثمارة جديدة وتعاون جديد وتمويلات وإلى غير ذيك وهذا مهام الاقتصادية الاستثمارية بالأساس فكانت عنده اليوم في جربة محاذة مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي بمناسبة انعقاد القمة الفرنكفونية ويعني يحكيه على جملة من الملفات التي تهم علاقات التعاون والشراكة التاريخية المتميزة وإن شاء يكون عندها برشة تأثيرات إيجابية هذه القمة على تونس وترجع بالفئدة والنفع